أقر في مجلس النواب بالعام 2020 وأجي إجازة للحكومة اللبنانية بأن تقوم بنظام البيوت بتلزيم نفق بيروت البقاء اليوم نحن بناء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل وبالتنصيق مع مجلس الإماء والإعمار ورئاسة الحكومة تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء كأول خطوة عملي لهذا المشروع الحلم في نقول عنه المشروع الحلم لتكليف مجلس الإماء والإعمار بإعداد دراسة جدوى اقتصادية ومالية وفنية بحيث يصار بالأخير لتلزيم هذا المشروع بنظام البيوت لأنه السؤال الأساسي من قبل كل المستثمرين في العالم أداية تكلفة هذا المشروع حتى اليوم ما في جواب عند الحكومة اللبنانية أداية بكلفة هذا الطريق طبعا بطبيعة الحال هذا النفق أو هذا الأتستراد اللي بده يطلع من بيروت مرورا بالبقاع له هو مشروع حيوي صحيح هو بسهل عملية التنقل من بيروت إلى البقاع ولكن هو مشروع حيوي من حيث الجيوسياسي لأنه بيأمن طريق سكة الحديد لنفق للشاحنات للسيارات من بيروت إلى العمق العربي